الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبناء وبنادي تلميذ الصف الرابع الابتدائي إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض هم الأسئلة المتوقعة في مادة العلوم على مقرر شهر فبراير لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتنا يتشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسى جرابة المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو عندنا شباب يقول لك الاختبار الأول اختر الإجابة الصحيحة عندنا واحد كل مما يلي من مصادر الطاقة غير المتجددة ما عدا عندنا ألف النفط ب الفح عندنا الغاز الطبيعي عندنا دال الخشب الإجابة شباب كل مما يلي من مصادر الطاقة غير المتجددة ما عدا الخشب إبقى نختار دال اثنين بيقول لك الطاقة نواط من صور الطاقة المهضرة عند استخدام التلفاز هنا الطاقة ألف الصوتية بي الطاقة الضوئية جيم الحرارية دال الكهربية طبعا شباب الطاقة المهضرة هنا هي الطاقة الحرارية يعني هنختار جيم عندنا ثلاثة يمتص النبات الطاقة الضوئية للشمس ويختزنها في صور الطاقة ألف حرارية ولا به كيميائية ولا جيم كهربية ولا دال صوتية طبعا شباب يمتص النبات الطاقة الضوئية للشمس وبيختزنها في صور الطاقة طبعا طاقة كيميائية يعني هنختار به عندنا أربعة بيقول لك يختلف الفحم عن النفط في أنه بيقول لك ألف الفحم حفري لكن النفط حيوي ولا به النفط مصدر طاقة متجدد لكن الفحم مصدر طاقة غير متجدد ولا جيم النفط يستخدمه لإنسان لكن الفحم لا يستخدمه دال أصل تكوين النفط هو كائنات بحرية لكن الفحم بقايا نباتات طبعا شباب الإجابة الصحيحة في دول هي أن أصل تكوين النفط هو كائنات بحرية لكن الفحم بقايا نباتات اللي هي دال عندنا شباب هنا رقم خمسة بيقول لك المصدر الأساسي لأي نوع من أنواع الوقود هو الفحم ولا الغاز الطبيعي ولا الشمس ولا الرياح طبعا شباب المصدر الأساسي لأي نوع من أنواع الوقود هو الشمس هنختار رقم جيم عندنا يا شباب الاختبار الثاني هنا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة عندنا واحد نستطيع إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة بمصادر غير ملوسة للبيئة مثل طبعا شباب مثل الرياح يبهر اختار به عندنا اتنين بيقول لك الطاقة التي ينتجها الجهاز ولا تستخدم في تأدية وظيفته تسمى طاقة ألف مهضرة ولا به مستهلكة ولا جيم مستخدمة ولا دال فانية طبعا شباب الطاقة التي ينتجها الجهاز ولا تستخدم في تأدية وظيفته تسمى طاقة مهضرة يعني هنختار ألف عندنا ثلاثة كل مما يلي يعتبر مصدر طاقة متجددا ما عدا عندنا ألف الغاز الطبيعي وعندنا بيه الرياح وعندنا جيم الطاقة الكهرمائية وعندنا دال الفح النباتي طبعا يا شباب كل دول يعتبروا مصدر طاقة متجددا ما عدا طبعا ما عدا إيه الغاز الطبيعي عندنا أربعة هنا بيقول لك أثناء ممارسة رياضة الرجل تستهلك الطاقة نقط بجسمك وتتحول إلى طاقة حركة بنستهلك الطاقة إيه شباب الكهربية ولا الضوئية ولا الكيميائية ولا الصوتية بجسمك طبعا يا شباب بنستهلك الطاقة الكيميائية يعني هنختار جيم عندنا رقم خمسة يستخرج الوقود الحفري من ألف سطح الأرض به بطن الأرض جيم الغزاء دال الخشب طبعا بنستخرج الوقود الحفري من باطن الأرض يعني هنختار به عندنا يا شباب الاختبار الثالث هنا بيقول لك برضو اختر الإجابة الصحيحة بيقول لك 1 الطاقة التي يستهلكها الجهاز لإنتاج طاقة أخرى تسمى ألف طاقة ناتجة ولا به مدخلات ولا جيم طاقة مهدرة ولا دال مخرجات طبعا يا شباب الطاقة التي يستهلكها الجهاز لإنتاج طاقة أخرى تسمى مدخلات يعني هنختار به طيب يا شباب عندنا اتنين بيقولك تساعدنا نقطة الطاقة على فهم وتتبع مسارات الطاقة بتساعدنا ايه سلاسل الطاقة ولا به مصادر الطاقة ولا جيم بطريات الطاقة ولا دال فناء الطاقة طبعا يا شباب بتساعدنا سلاسل الطاقة على فهم وتتبع ايه مسارات الطاقة هنختار الف اللي هي سلاسل طيب السؤال الثالث هنا بيقولك لا تتسبب نوض في تلوث الهواء هل في مصادر الطاقة غير المتجددة به الوقود الحفري جيم مصادر الطاقة المتجددة دال الفحم طبعا يا شباب لا تتسبب مصادر الطاقة المتجددة في تلوث الهواء هل هنختار جيم عندنا السؤال الرابع بيقولك يتكون الفحم من ألف بقايا الديناصورات به بقايا النباتات جيم كائنات بحرية هدال الماء طبعا يا شباب يتكون الفحم من من بقايا النباتات يعني هنختار به عندنا السؤال الخامس بيقولك يستغرق الوقود الحفري مؤط لتكونه ألف عدة أيام به سنة جيم عشر سنوات دال ملايين السنين طبعا يا شباب بيستغرق الوقود الحفري ملايين السنين لتكونه يبقى نختار دال وهنا يا شباب نكون انتهينا في مراجعة بتاعتنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتصرونا في مراجعة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة